أسوأ ما رأيته بالأمس خلال الساعات القليلة الماضية على كل وسائل التواصل الاجتماعي هذا الفيديو أو الكليب الذي يمثل انحضار لقيم المجتمع يمثل مثل سيء ورديء وغير مقبول بنقدمه لأبنائنا وشبابنا الصغيرين بقول إنه الفن احترام الفن بيعكس طموحات وأحلام الشعوب الفن أبدا ما كان مغردا في مكان بعيد عن المجتمع الفن لابد أن يعكس قيم حقيقية بنتمناها هو أنا ليه بقول هذا الكلام لأن فيه نجم الناس بتقول إنه هو نجم بوريس أحمد زكي وأنا بقول لهم فشر محمد رمضان اللي أنتج أو ساهم مبارح شفنا حاجة رديئة اسمها مافيا مافيا بيعكس المافيا في إيطاليا في الستينات والسبعينات والثمانينات بهذا الشكل الذي يمثل أسوأ قدوة للشباب أسوأ قدوة للأطفال بهذا الشكل إنه عبارة عن سلاح ومافيا وضرب نار ودولارات ولبس بتوع مافيا شيء يعني أنا بسأل سؤال إيه الرسالة اللي عايز يوصلها محمد رمضان للناس ما هو القيمة الفنية لهذا العمل بهذا الشكل بهذه التفاصيل للناس إيه هو البناء الفني اللي عايز يوصله هذا الرجل أو هذا الفنان أو هذا الشخص ما احترامي لكل الناس على مستوى شخصي لكن هو مسؤول عن ما يقدمه من فن هل هذا فن أنا أرى أن هذا لا يمت للفن بصلة هذا بيمثل ردة وبيمثل انحضار وبيمثل انهيار وبيمثل تآكل لقيم المجتمع اللي احنا بنحاول نبنيه مافيا حتى الاسم أنا مافيا إيه يا سيدي عايز تقول إيه إيه الرسالة ما فهمتش ربما أنا مش فاهد في الفن لكن الصورة دي صورة بالله عليكم أنا لما ابني ولا بنت تشوف الصورة دي تقول إيه إيه اللي هنستفيده من هذه الصورة إيه اللي نستفيده من هذا الكلام من هذا الشكل من الاسم مافيا الأشكال اللي قدامنا دي عايزين نوصل لإيه الانا مافيا واللبس لبس إيطاليا في الستينات والصجار ونضارة والبرنيطة اللي فوق والكلام ده كله هي دي القوة النعمة اللي احنا عايزينها لمصر هي دي القوة النعمة اللي احنا بنحتاجها لمصر هي دي القوة النعمة اللي احنا بنتمناها لمصر دي مش القوة النعمة اللي احنا بنتمناها لمصر عمر دي ما كانت القوة النعمة ولن تكون وبقول تاني إحنا اللي بنصنع من هؤلاء نجوم وبعدين في يوم عملوا 2 مليون مشاهدة 2 مليون حد شافها وأنا بقول تاني أنا بقول تاني إنه القوة الناعمة المصرية في خطر الفن المصري في خطر أنا شخصيا قاعد قدامكم بتكلم أنا معرفش أنا والله ما عرف من مسؤول عن إذاعة وبس مثل هذه الفيديوهات المدمرة أنا بقول تاني هو بمنتهى القوة بقول والمسؤولية بقول إن هذا الفن إن كان فنا هو فن هابط وبقول تاني اللي بيتقدم للناس ده شيء يخجل منه الفنان المحترم أنا تاني بقول كنت أتمنى لمحمد رمضان اللي عنده موهبة في التمثيل إنه هو يرتقي إنه هو يقدم ما يفيد المجتمع إنه هو يكون قدوة صالحة للناس ما يكونش بهذا الشكل مافيا أنا أرى إنه هناك شيء نفسي بيحرك محمد رمضان أرى إنه في حاجة نفسية غريبة محتاجة تفسير أنا معرفش كلمات الكلمات اللي في هذا الفيديو كلمات رضيئة التناكة لهناسها ده كلام ومش كلامي ده كلام ومش كلامي أنا 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 عايز أفهم الكلام أنا جيت أقرأه وقلت الزبايل أروق أنا أكسف أقرأه لأنه فعلا شيء وضيع كلمات وضيعة كلمات بتجعل المجتمع كله أو الناس اللي بيبصوا على محمد رمضان بيه هيتأثروا سلبا بيه هتلاقي الأغنية الشغالين اللي ولاد في هنا وهنا والحواري وعلى أهاوي ويقولوها أنا مافيا ويقلدوها في اللي بيس والكلام هل إحنا في مصر نقصين